ليس ما قال لك بروفيسور صايد وأنا عاشت معاه المشكلة على السطيف يروح السطيف يمشي منه على ثلاثة الصباح يلحق على السبعة أو ثمانية للسطيف يخدم وعلى الخمسة يعود يأتي الزائر كل يوم لماذا؟ لماذا؟ خطر المدير قالوا ما مسكنكش المشكل هذا المركز الذي عادره ما أخده كانت هناك المحسن للحظة في المدير وحضرت بعض الألف أخبرت أكثر من ألف مديناء مديناء حتى يتم تقولوا أنه يذهب إلى أخدام أو أنه يخبروا في التلفزيون يقولوا لماذا تقوموا بإطلاق وعندما أقولوا أنه يقوموا بإطلاق حاليا كل يوم يقوموا بإطلاق أو كانت تران تلاريكو. فهذا كانت تلك الأشياء ستجد البيروكاراتيين. هم سكنوا. الموديل والإيقونام. أجل. 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 والطبيب الذي يعالجه. والطبيب الذي يعالجه. أجل. كانت أخرى تقنية في رعب الخضاء. أجل كانت أجل وصحبتها. وصحبتها تكسر الطائر في السبيطار. وقالت لها أن تزيد. لا نجم. أجل. كل يوم يتزيد. هل يتزيد؟ أجل. أجل. يقول أنه يتزيد في السباح أو يتزيد. وهذا الشيء الذي تجعلها. نعم. يجب. كلها تحبين. أجل. يكذب. يجعل النفاق للأخرين. يجعلون أن يختار الجمعات. ويسيرون شهر كامل. حسنا. حسنا. أجل. من المشكلة. شكرا. شكرا. يعني بالرغم من أنه. يعني بروفيسور صايب من بين أبرز. أبرز الجراحين في الجزائر. كان تكون في باب الواد. وقد دروا الكونكور في 2014. 2014. نعم. نعم. قلت له أن يذهب. سبيطار جديد. في مركز السلطان. نعم. يتزيد. نعم. يتزيد. 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 ومن ثم يجب. كيف نعمل في مركز. شيء يعمل في مركز. حسنا. ومن ثم أخرج. فهذا. فإن نعمل مع مركز. لأن مركز السلطان. هذه هي حكاية. وآن متواجد في القطاع الخاصة. المهم جزائريين والمرضى ينفيدون منك. ولكن خسارة القطاع العام. طبعا.